نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية حملت تأكيدا جديدا على صعود الشعبوية عالميا في وقت تتراجع فيه النخب السياسية التقليدية بسبب تواضع أدائها خاصة في الملفين الاقتصادي والاجتماعي وهو ما بدى لافتا في التصويت العقابي الذي طال مختلف وجوه الحكم في تونس وباتت تلك الوجوه تتخوف من تغير الخريطة السياسية في الانتخابات التجريعية المقررة الشهر القادم زلزال سياسي أسفرت عنه النتائج الأولية بحسب مراقبين حيث تصدر المشهد مرشح مجهول هو قيس بن سعيد الأكاديمي المستقل الذي حصل على نحو 19% من الأصوات وفق أرقام رسمية فالرجل أطلق وعودا عامة وجذب إليه الشعب بظهره في صورة السياسي الزاهد والمتعفف عن المال العام في وقت يزدحم فيه المشهد بأخبار الفاسدين والصفقات المشبوهة وبينما أنفق مرشحون مئات الآلاف من الدولارات على حملاتهم لم يكن لسعيد مدير حملة ولا تمويل بل فقط مقر متواضع في مبنى قديم وسط العاصمة وكان يعول على تبرعات بسيطة لكنه اليوم بات ملاحقا بنظرات الإعجاب والترحيب النتائج وضعت في المرتبة الثانية شخصية تعيش وضعا معقدا وهو رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي نال 15% من الأصوات القروي الموقوف حاليا لاتهامات تتعلق بالتهرب الضاريبي وغسل الأموال لا يعرف ما إذا كان سيشارك في الحملة الانتخابية لجولة الإعادة وهل سيطلق سراحه وكيف ستتعامد المؤسسة القضائية مع الوضع لو أن الرجل فاز في الجولة الثانية وأصبح رئيسا للبلاد الأمور ازدادت صعوبة بالنسبة لأحزاب المنظومة القديمة ويعتقد المراقبون أن هذه الأحزاب ستعرف تراجعات كبيرة في الاستحقاقات القادمة خاصة في ظل عجزها عن احتواء الشباب ومطالبه وتركيز جهودها على إدارة الصراعات الحزبية والشخصية متجاهلة للملفات الساخنة التي تهم المواطن البسيط ورغم أن النتائج تبدو مفاجئة وصادمة للكثيرين ومثلت سابقة في بلد حديث عهد بالديمقراطية إلا أنها تحمل رغبة شعبية في التغيير الجذري وإجراء عقابيا ضد الوجوه السياسية التقليدية اشتركوا في القناة